جهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية ارجعت لكم بحلقة جديدة من سلسلة القصة السلسلة اللي نتكلم فيها عن قصص الممثلين والممثلات او الممثلات والممثلين وعن اهم اعمالهم وبطلنا اليوم هو الممثل العربي المصري الامريكي رامي سعيد مالك الممثل اللي قدر يحصل على جائزة الاوسكر كثاني ممثل من اصول عربية في تاريخ السينما وحصل على جائزة الايمي التلفزيونية وكمان جائزة اختيار النقات فضلا عن انه قدري ترشح لجائزة الجولدين قلوب اربط حزامك عزيزي الوجيه وتعال خلينا نتكلم عن رامي مالك وقبل نبدأ الفيديو احب اذكركم بحسابي على سناب شات تعالوا تابعوني هناك انا عندنا فعاليات انا وجودة حانا اقعد سولف عن قصص وحانا توصيات يعني في فعاليات كثيرة راح اطل لكم سنابي هنا وتلاقوا الرابط في الوصف لا تنسى الاشتراك في القناة لو ما كنتم اشترك والضغط على زر الاعجاب لانه مرة مرة مهم يلا نبدأ رامي سعيد مالك ممثل ومنتج امريكي من اصول مصرية عربية من ام واب مصريين ولد في لوس انجلس سنة 1981 بمعنى ان عمره الى تاريخ هذا الفيديو 39 سنة تربى رامي وسط عائلته المسيحية ويعتنق الديانة المسيحية برضه وكان يتكلم اللغة العربية الى انصار عمره اربع سنوات وبعد ما بدأ يختلط بالمجتمع الامريكي والمدارس الامريكية بدأ يفقد لغته العربية بشكل تدريجي او بشكل بسيط ولكن امه وابوه في هذه الفترة كانوا حريصين انهم يخلوه يحافظ على لغته العربية سواء بالتواصل معه باللغة العربية او انهم لما كانوا يتصلوا على اهلهم في مصر كانوا يخلوه يتكلم معهم باللغة العربية ولكن مع تقدمه اكثر في العمر صارت لغته العربية مكسرة الى حد كبير على كل حال رامي مالك في احد تصريحاته حول فخره واعتزازه باصوله المصرية والعربية قال انا مصري لقد نشأت وترعرعت على حب الاستماع الى الموسيقى المصرية احببت ام كلثوم واحببت عمر الشريف لانهم شعبي واشعروا انني مرتبط بشكل رائع بالثقافة والبشر في مصر اعلم ان لدي تجربة مختلفة في امريكا ولكنني مغرم جدا ومتشاوك مع الثقافة المصرية وانا اعرف لكم واحد من الشباب سافر بتاعاته كم سنة ورجع ناس انه عربي اصلا فقد هويته تماما ابو رامي مالك اسمه سعيد ماهو مالك مالك لقى ابهم وكان عايش في مصر هو وزوجته ام رامي نيلي عبد الملك ابو اسمه سعيد مالك وامه اسمها نيلي عبد الملك وكانوا عايشين بالتحديد في منطقة اسمها سملوت توقع اني قاعد اقولها صح صح حولي لو اخطات يا اخوانا المصريين وكان يشتغل كمرشد سياحي في مصر قبل ما يهاجرون الى امريكا وعلى اثر اختلاط ابو رامي مالك بالسياحة الاجانب لفترة طويلة في مصر وعجب جدا ابو رامي بالثقافة الغربية وقرر انه يهاجر الى امريكا سنة 1978 ولو بالفعل شال نفسه هو زوجته نيلي وهاجروا الى امريكا وبالتحديد الى مدينة لوس انجلس واول ما استقروا في امريكا ابو رامي اشتغل في مجال المحاسبة او التأمين عفوا وام رامي اشتغلت في مجال المحاسبة وكانت امورهم زي الحلاوة وخلفوا رامي واخوها التوأم سامي انا عارف انك مصدوم ممكن انك مصدوم وفي حال انك ما تعرف ياب رامي مالك عنده اخت توأم اسمه سامي اصغر منه باربع دقائق ويشتغل حاليا كمعلم توأم ولكن الشغف مختلف تماما عنده اخت اكبر منه برضو اسمها يسمين وتشتغل الى الان طبيبة في قسم الطوال يقول رامي ان ابوه كان يبغاه يصير محامي وشجع وضغط عليه في هذا الجانب ابغاك تصير محامي 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 ورامي كان دايما يحاول يتهرب بحجة ان المحاماه ماه شي يحبه ولا يشوف نفسه فيها اصلا وفي يوم من الايام وفي المدرسة رامي قدر يحصل على دور بسيط في مسرحية مدرسية وابوه وامه حاضروا الى وقت عرض المسرحية هذهك وشافوا تمثيله وانبهروا جدا باداؤه يقول رامي ابوه كان انسان شديد وحازم جدا ولكن لما شافني امثل في هذه المسرحية البسيطة تأثر وشفته كده بوجه مختلف يقول كده حسيت بطاقة حلوة كده طاقة ابوية جميلة في هذه اللحظة ما رح اقدر انساها وبالفعل بعدها ولما كبر رامي مالك انتقل لحاله للعيش في نيويورك وتخصص في مجال الفنون الجميلة او الفنون الابداعية ولكنه واجه مشاكل مالية كثيرة في نيويورك وقت دراسته واضطر انه ينتقل من مكان الى مكان بل انه وصل فيها الحال الى انه يعيش في غرفة مع مجموعة اشخاص وكل اللي كانوا ساكنين معاه كانوا ناس مبتدئين برضو في مجال السينما وهذا الشي كان مفيد جدا بالنسبة لهم بعضهم كانوا يطمحون يصيرون مخرجين والبعض الاخر كانوا يطمحون يصيرون كتاب بل انهم بعد فترة كده من الجامعة السينمائية الحلوة هذولي قدروا انهم يألفوا ويصنعوا مسرحية خاصة فيهم المهم يا حبيب انه رامي مالك تخرج على خير وبعدها رجع الى بيت اهلو في لوس انجلس وبطبيعة الحال ومثل اي شخص اللي التو متخرج من الجامعة رامي بدأ يكتب السيرة الذاتية تبعه ويوزعها في كل مكان يطيح عليه بس كان مركز على مجال التمثيل طبعا يحطه في شركات الانتاج في المسرحيات يرمي السيفي حقه في كل مكان ولكن للأسف ما حصل ولا اي فرصة بل انه بدأ يصاب بالاكتئاب وكان على وشك انه يترك مجال التمثيل من شدة الاحباط واشتغل كعامل توصيل بيتزا واشتغل كمان في مطعم شاورمة وفلافل يب رامي مالك كان يبيع شاورمة وفلافل واخر شي كده بعد المعاناة قال يا عمي انا واضح اني من جد ما راح اصير ممثل قدمت في كل مكان ولا جاني اي دور للحين والله فجأة كذا فعلا رامي مالك قال يا ابو يا بلا تمثيل ولا بطيخ خلينا توجه الى مجال التسويق العقاري احس اني ممكن ابدع فيه ولكن بعد سنة ونص من الحلطمة والعمل في اكثر من وظيفة جالي رامي مالك اتصال من ست ومن رقم غريب الو رامي مالك ايوه لا معاك رامي مالك تفضلي ممكن اتكلم مع مدير اعمالك والله يا خالة ما عندي مدير اعمال ايش في هذا بخصوص تمثيل شوفوا العادة اللي ما عنده مدير اعمال يقف لون في وجهه يا ابو يا فاضين لو لانه مدير الاعمال هو اللي يخلص الوراق هو اللي يزبط المظبيط الشركات الانتاج ما هون فاضين يعني نعطيه هو يزبط المظبيط والحزن حضرامي مالك الست كذا ايش استلقفته سبحان الله كذا حصلت كذا قبولية في المكانمة هذي قالت لسمع دبر لك مدير اعمال من تحت الارض اتصرف لاني اباك تمثل في مسلسل ست كم اسمو غليمورز غير الله اسمعي طيب انا والله مدير اعمال صراحة ما عندي بسر الله يخليك كذا خلينا نتقابل شخصيا ونشرب كباية شاي وباذن الله تزبط الامور انا ما ابغل الفرصة دي تروح علي الله يخليك والمرة الجاية اوعدك والمرة الجاية باذن الله دبر مدير اعمال الست طلعت طيبة وبنت حلاله وتفهمت وضعه وبالفعل وافقت انها تقابله وقدر يحصل على اول دور له في هذاك المسلسل سنة الفين واربع ابعا ما كان دور بطولي ولا اي شي مجرد حلقة بسيطة واحدة ظهر فيها وقالوا له مع السلامة ولكن هذه كانت البيبي ستيب او الخطوة الاولى لرامي مالك في مجال التمثيل المهم يا حبيبي وبعدها على طول في نفس السنة حصل رامي مالك على دور لتأدية صوت شخصية في لعبة هولو الثانية وبعدها في الفين وخمسة حصل على دور بسيط برضو في حلقتين من مسلسل اسمه Over There وقدم فيه شخصية اسمها حسن وبرضو في نفس السنة حصل على دور بسيط في حلقة واحدة من مسلسل اسمه Medium الى الان الامور يعني مشي حالك ولكن زي ما قلت لكم كانت خطوات حلوة في سجله وفجأة يا حبيبي في 2006 رامي مالك وصل له واحد من اشهر واهم ادواره اللي تعرف فيها في الفيلم المشهور جدا Night at the Museum طبعا دوره كان ثانوي وبسيط ولكنه انشهر في هذاك الفيلم او انشهر بدوره في هذاك الفيلم وقدم فيه دور شخصية فرعونية اسمها اخ منراع ولا اخ منراع صراحة ما اعرف اقراء اسمها الفرعونية بس انه حاجة زي كذا فيلم كذا عن متحف لتماثيل وحضارات في النهار يعني يجون زوار ووضع طبيعي ولكن لما تنطفئ الانوار ويخرج الزوار والموظفين تستيقض التماثيل اللي داخل هذا المتحف ويبدأون يتحركون وتصير اشياء غريبة ومرحكة المهم انه هذاك الدور كان احد اسباب اشتعال فتيل الشهرة تبع رامي مالك بسبب اداءه الجميل للشخصية وكون الولد اصلا من اصول مصرية فكان الدور جدا لايق عليه وفي هذه السنة توفي والد رامي مالك للأسف ولكنه على الاقل شهد نجاح ابنه في هذا المجال قبل ما يموت وبعدها مشت امور رامي ورجع الى عالم التمثيل ومثل كمان في الجزء الثاني من فيلم نايت ات the museum بنفس الشخصية سنة 2009 وخلاص يعني تقريبا رامي بعد كل التجارب هذي اثبت لنفسه انه فعلا ممتاز ويقدر حاليا انه يشي يثبت نفسه اكثر واكثر ويطور نفسه ولكن للأسف ظل الفترة طويلة ما كانت تجي ادوار بطولية كلها مجرد ادوار ثانوية وادوار يعني كده هشك بالشك وشارك بعدها بجوار الممثل الكبير واكين فينيكس في فيلم the master سنة 2012 وشارك برضه في احد اجزاء سلسلة توايلايت الشهيرة كمصاص دماء وكان دوره مرة مرة رهيب يا جماعة وصح انه سلسلة توايلايت بكبرى يعني لك عليها بس للأمانة دوره في هذاك الفيلم كان مرة رهيب وشارك برضه في فيلم need for speed ورجع بعدها في 2014 وشارك في الجزء الثالث من فيلم night at the museum حلوان يحلبون ام ام السلسلة تحل الى الان الامور ايش زي الحلاوة والتطور جالس يصير ملحوظ في مسيرة رامي مالك اما في سنة 2015 وصل لرامي مالك واحد من اهم ادواره التلفزيونية اذا لم يكن اهمها وارواها على الاطلاق في مسلسل مستر روبوت واخذ عن دوره في هذا الفيلم جوائز مرة كثيرة ولكن اهمها جائزتين جائزة الايمي لافضل ممثل وجائزة اختيار النقاد لافضل ممثل برضه وفي هذا المسلسل او مسلسل مستر روبوت قدم رامي مالك دور شخصية هاكر محترف وغريب اطوار اسمه ايليوت ينضم لمجموعة اسمها F-Society وهدفهم اختراق مجموعة مالية كبيرة وبعد ما يخترقونها يروحون يحذفون ديون العملاء اللي فيها بالكامل يعني حركات كده روبين هود بس طريقة هاكر عرفتوا كيف حاجة زي كي الامانة ما تابعت المسلسل كامل تابعت منكم حلقة وما زلت مستمر في متابعته وان شاء الله ناوي يكمل والانو قصة الامانة مرة مثيرة لاهتمام وانصحك انت كمان تتابعه بياخذك كده في رحلة داخل عالم الهاكرز والآي تي وتقنية المعلومات والامن السبراني والحاجات هذه مرة رهيب وبعدها بكم سنة وبالتحديد سنة 2017 شارك في واحد من اروع واجمل ادواره في فيلم بابليون بجوار الممثل الرهيب تشارلي هانم بعد هذا الفيلم يا جماعة مو قدم فيه دور رهيب قدم فيه دور مرة رهيب اتعب وقل رهيب يحكي الفيلم قصة بابليون الشهيرة لما تم سجنه ظلما وحاول الهرب هو ولويس ديقة او رامي مالك ولكن شوف قبل ما تتابع هذا الفيلم شوف الفيلم ذا مرة رهيب بس قبل ما تتابعه لازم تعرف انه الفيلم مرة تعيش ومؤلم وملهم ايوه مؤلم وتعيش وملهم في نفس الوقت وللكبار فقط فيه طعن وفيه آلام بس رهيب طبعا الفيلم هو اعادة انتاج لنفس الفيلم اللي صدر سنة 1973 ما عليك في الفيلم القديم تابع نسرة رامي مالك جدا ممتازة ولو ولو تحب تتابع الفيلم القديم برضو ترى ما هو غلط لانه كمان مرة ممتازة اما في سنة 2018 وهي السنة اللي رامي مالك انفجر فيها وصار حديث السوشال ميديا والصحف والمجلات كل البشر صاروا يتكلموا عن رامي مالك في سنة 2018 بسبب مشاركته في اهم دور له في فيلم الملحمة البوهمية او بوهيميان رابي سي دي اسم صعب وهو الدور اللي حصل فيه على جائزة الاوسكار الاولى له ما في غيرها الى الان هذه الاوسكار الوحيدة والاولى لرامي مالك طبعا الفيلم اثار جدل كثير في الوسط العربي اكثر من وسط الغربي هذيك الايام بسبب انه رامي مالك قدم دور شخصية مثلية في هذا الفيلم والفيلم كان يحكي قصة نجاح المغني الرئيسي لفرقة كوين فريدي ميركوري بغض النظر عن القصة وبغض النظر عن اي تفاصيل ثانية رامي مالك قدمت دور على اكمل وجه بل انه تقمص الدور بشكل مرة مرعب ولما اخذ الاوسكار ما اخذها مجاملة ولا اخذها انتصار للمثلية او للعرب بل اخذها بكل جدارة لانه قدم الدور على اكمل وجه وبكل اتقان فاكرين في بداية الفيديو قلت لكم ان رامي مالك عنده اخ توام اسمه سامي احسلام هاي تعالى احكي لك القصة التحفظ اللي حصلت بينه وبين اخوها التوام ايام الجامعة يقول رامي مالك اخوه سامي كان عنده اختبار في حصة الدراما في الجامعة يعني من بين المواد كان في مادة اسمها الدراما وكجزء من اختبار لهذه المادة كان مفروض انه اخو رامي مالك يطلع يقدم كده دور تمثيلي قدام الدكتور فسامي راح قال لرامي شوف انت ممثل وتعرف تضبط الامور اذاك تروح تختبر بالنيابة عني وتقدم دور تمثيلي قدام الدكتور ابغى انجح في المادة دي انا فاشل في التمثيل الله يرضى عليك واحنا توام والدكتور ما راح ينتبه للفرق يعني دوس ولو بالفعل رامي قال وشال نفسه على الجامعة يا حبيبي وراح اختبر بالنيابة عن اخوه سامي ونجحه في المادة والعجيب انه الدكتور ما قدر يعرف الفرق وانبسط مرة على تمثيل رامي ومشت عليه انه هذا سامي مع انه فيه فرق في الوجه مدري كيف ما انتباه له انا شايف الفرق اذا انت مو شايف ومدري عنه ورصة الكلام رامي زبط سامي رامي زبط سامي تصلح مثلا في سنة 2018 جماعة رامي مالك لما قدم دور شخصية فريدي في فيلم الملحمة البوهيمية شاركت معاه في هذاك الفيلم الممثلة لوسي بوينتون وبعد الفيلم هذوليك عارفين كده ايش الكيميستري صار بينهم حلو في الفيلم اصلا بدأوا ايش يتواعدون مع بعض شوي يطلعون باريس شوي يروحوا لندن كلمة من هنا كلمة من هناك قهوة من هنا وشاي من هناك وشاري من هناك وطعمية من هناك زبط المظبيط رامي ومع مرور الوقت اعلنوها رسميا انهم شركاء حياة مش خطوبة مفيش دواج للحين مجرد حبيب وحبيب يا جماعة انا ما عرف لو عيوني فيها شي بس يا اخي ما تحسون انه مش بههم بعض اخي في شبه ما بيشكل عيوني فيها شي عشان كده لابس نظارة وختاما ثروة رامي مالك تقدر بحوالي 8 مليون دولار امريك هذه تقريبا اهم الاشياء اللي نقدر نتطرق لها في حياة وافلام رامي سعيد مالك واهم دور قادم لرامي مالك حاليا راح يكون في الجزء الجديد من سلسلة جيمس بون راح يقدم فيه دور شخصية شريرة اسمها سافن مرة متحمس للفيلم يا جماعة الفيلم كان مفروض انه ينزل في 2020 ولكن ما زال يتم تأجيله بشكل متكرر بسبب جائحة كورونا وصراحة يعني هو واحد من الافلام المنتظرة واتمنى نشوفوا خلاص كفاية تأجيل الى هنا نكونوا وصلوا لنهاية الفيديو شاركوني افلامكم واعمالكم المفضلة رامي مالك في التعليقات ولا تنسوا تضغطوا على زر الاعجاب لانه مرة مرة مهم يا جماعة تعالوا تابعوني على سناب شات راح يترك لكم سنابي هنا او في الوصف ولا اهم من هذا كله اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول لان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم